في إطار توجهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعوضية بمصر وبالتعاون بين الجهات المختصة بالقوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدولة سيتم عقد الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج الدورة تعقد عبر الإنترنت تحت عنوان تكنولوجيا الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وذلك يومي 26 و 27 من الشهر الحالي تأتي الدورة برعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات وتستهدف إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب المصالح المختلفة مع توفير فرص للتعاون بين مختلف الباحثين في مجال الأجهزة الطبية والأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة ويقدم الباحثون المصريون والأجانب خلال الملطقة أحدث ما تم تواصل إليه البحث العلمي من تكنولوجيا الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة ويشارك بالملتقى عدد من الشركات وذلك على منصة ويبكس عبر الإنترنت